أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا لسيما بما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا حيث أكد الرئيس على تنصيق الجهود للتصدي للتدعية السلبية للأوضاع السياسية الدولية خاصة فيما يتصل بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والتمويل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن لقاء شهد الإشادة بالتطور المستمر على جميع الأصعدة في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومسندت الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلا عن التنصيق السياسي المستمر والمكثف من دانبها ثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهد المعتاد والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة وأضف متحدث الرئاسة أن لقاءتنا ولأيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام والجهود الجارية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة لسيما في سودان وليبيا بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل حيث أكد الرئيس السيسي مواصلة مصر العمل بأقصى طاقة لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات القائمة بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الأقيمين ويصون مقدرات الشعوب وتطلعاتها نحو المستقبل الأفضل